السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم طلاب الصف الثامن موعدنا اليوم مع درس فك ناتج عبارتين خطيطين درس الثامن من الوحدة الخامسة تابعوا معي الشرح بعد الفاصل انا محمود حنفي ودي قناتكم قناة تعليم بلا حدود اهلا بكم عزيزي الطلاب من جديد طبعا قبل ما نبدأ في الشرح ادعمونا بعمل لايك للفيديو واكتب لنا تعليق جميل منك يساعدنا على الاستمرار ويلا بينا نبدأ الشرح على طول بدون تعطيل درسنا اليوم درس سهل جدا وهو فك عبارتين خطيطين يعني ايه فك عبارتين خطيطين بيعطيني عبارة خطية اولى وعبارة خطية تانية والمطلوب ان انا افكهم وعشان افكهم محتاج ان انا اضرب القوس الاول في القوس التاني وبستخدم اسلوب معين في الضرب ان انا بمسك الحد الاول واضربه في القوس التاني كله يعني اضرب السين في القوس التاني كله اضرب سين في سين طبعا تديني سين تربية لان نضرب الاسس جمعها يعني السين اتكررت مرتين تبقى سين تربية واضرب سين في اتنين بموجب اتنين سين كده انا اضربت السين في القوس كله بعد ما اضرب السين بضرب الحد التاني اللي هو موجب خمسة وخلي بالكم من الاشارات موجب خمسة في سين بموجب خمسة سين وايضا موجب خمسة في اتنين بموجب عشرة وخلي بلكم وانا بضرب لازم اضرب العدد في القوس بالكامل ان في بعض الطلاب بيضربوا مثلا في السين وينسوا يضربوا في الاتنين فلازم اضرب العدد في القوس بالكامل واضرب الحد الاول في القوس بالكامل بعد كده بجمع العناصر المتشابهة اتلاقي ان السين تربيع مفيش حد شبهها ولكن هنا فيه اتنين سين وهنا فيه خمسة سين شبع بعض نقدر نجمعهم لان الاشارات متشابهة ولما يكون الاشارات متشابهة نجمع يبقى موجب سبعة سين زائد عشرة وبكده طلعنا الناتج بكل بساطة دي طريقة معينة فيه طريقة تانية اه فيه طريقة تانية لو انت حابب تستخدمها لو مسلا انا عايز اضرب سين زائد خمسة في سين زائد اتنين ولكن باسلوب اخر بضرب الاول في الاول الوسين في سين بيديني السين تربيع وبضرب الاخير في الاخير اللي هي موجب خمسة في موجب اتنين بموجب عشرة كده تبقى عندي لحد الاوسط وعايز اجيبه بطريقة سهلة فبعمل حركة اسمها طرفين وسطين يعني ايه طرفين وسطين بضرب الطرفين اللي هو سين ضرب موجب اتنين تديني موجب اتنين سين وبضرب الوسطين اللي هو موجب خمسة في سين بموجب خمسة سين وبعدين طبعا لو الاشارات متشابهة بجمعهم يبقى موجب سبعة سين الناتج اللي طالع ده بحطه كحد ده اوسط في النص يبقى الاجابة هي سين تربيع موجب سبعة سين زائد عشرة الطريقة اللي انت شايفها مناسبة وحابب تحلي بيها ممكن تحلي بيها بكل بساطة ما عندناش اي مشكلة تعالوا نشوف المسألة التانية هنا في اشارات مختلفة اللي هنا كانت موجب موجب المراضي موجب سالب طبعا ما يفرقش معايا في حاجة اهم شيء اركز في الضرب تعالوا نضرب كده بالطريقة اللي تحبيها تعالوا مثلا نجرب الطريقة الاولى هنا سين في سين بسين تربيع خلي بالك بقى المراضي سين في سالب اتنين يبقى السالب اتنين سين هو هتنسى السالب طيب موجب اربعة في سين بموجب اربعة سين طب موجب اربعة في سالب اتنين طبعا موجب في سالب بسالب واربعة في اتنين بتمانية خلي بالكوا المراضي ان الاشارات هنا مختلفة ومعنى ان الاشارات مختلفة ان انا بطرح وانزل الاشارة الكبير يعني السين تربيع تنزل مناش دخل بيها وهنا سالب اتنين موجب اربعة طبعا اشارة الكبير موجب يعني الناتج لازم يكون موجب وبعدين اطرح اربعة سين ناقص اتنين سين تديني اتنين سين وفي الاخر السالب تمانية هتنزل يبقى كده حلنا المسألة تعالوا بقى نحل المسألة التالتة باسلوب اللي هو الطرفين والوسطين اضرب اضرب سين في سين بسين تربيع كده اضربت الاول في الاول بعدين اضرب التاني في التاني سالب في سالب بموجب خمسة في عشرة بخمسين خلي بالكم ان انا سبت مكان فاضي اللي هو مكان لحد الاوسط بعدين اضرب طرفين اللي هو سين في سالب عشرة بسالب عشرة سين بعدين وسطين اللي هو سالب خمسة في سين بسالب خمسة سين الأشارات هنا متشابهة نجمع يبقى سالب 15 سين ونضعها كحد أوسط شفتوا قدي الموضوع سهل وبسيط يلا بينا نشوف تمارين أكتر السؤال هنا بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة طبعا انت سيبك من الاختيارات انت شوف السؤال وحله بالطريقة العادية اضرب طبعا الأول في الأول ميم في ميم بميم تربيع بعدين اضرب الأخير في الأخير موجب 7 في موجب 8 بموجب 56 بعدين هاد الطرفين اللي هي موجب 8 في ميم بموجب 8 ميم بعدين الوسطين موجب 7 في ميم بموجب 7 ميم بعدين اجمع لأن الأشارات متشابهة يبقى موجب 15 ميم نكتبها في النص بعدين تدور على الاختيار الصح هتلاقي ان الاختيار الصح هو الاختيار باق اللي هو ميم تربيع زائد 15 ميم زائد 56 طب تعالوا نشوف السؤال ده كده سين في سين بسين تربيع ده كده الحد الأول اضرب الحد الأخير موجب 5 في سالب 3 بسالب 15 خلي بالك الاجابة هتكون يا إما ألف يا إما جيم الاجابة بقى غلط لأن هنا في سالب 2 طيب نجيب الطرفين والوسطين سين ضرب بسالب 3 وانتبهوا للإشارة السالب يعني سالب 3 سين وعندي موجب 5 في سين هتعطيني موجب 5 سين الإشارات هنا مختلفة ننزل إشارة الكبير اللي هي الموجب ونطرح 5 نقص 3 ب2 سين يعني الحد الأوسط هيكون موجب 2 سين وده على طول بيوديني للإجابة ألف يلا نطبق نفس الموضوع هنا سالب 6 في 4 بسالب 24 طبعا الإجابة الأولى غلط والإجابة الثانية غلط أكيد الإجابة الثالثة هتكون هي الصح لأن هي الوحيدة اللي فيها سالب 24 ولكن خلينا نتأكد أكتر هنضرب طبعا الطرفين اللي هي موجب 4 في سات بموجب 4 سات وهنا سالب 6 في سات بسالب 6 سات وطبعا الشيطات المختلفة ننزل شرط الكبير اللي هي سالب ونطرح 6 نقص 4 2 سات يعني الحد الأوسط سالب 2 سات وفعلا موجود هنا سالب 2 سات يعني الإجابة فعلا هي جيم تعالوا نشوف هنا مع بعض عين في عين بعين تربيع طب سالب 3 ضرب بسالب 5 افتكر دايما إن سالب في سالب يعطينا موجب و3 في 5 ب15 يبا لازم تكون موجب 15 طبعا هنا موجب 8 غلط هنا سالب 15 غلط يبقى أكيد الإجابة الصحية يا جيم لأن هي الوحيدة اللي فيها موجب 15 ولكن خلينا نكمل هنضرب طرفين اللي هي عين في سالب 5 بسالب 5 عين وهنا سالب 3 في عين بسالب 3 عين طبعا سالب وسالب نجمع يبقى سالب 8 عين يبقى فعلا الحد الأوسط هو سالب 8 عين طيب تعالوا بقى نشوف السؤال الثالث ده معانا بيقول إيه؟ بيقول هنا فك العبارات العادية وبسطها سين زاد 2 تربيع يعني إيه سين زاد 2 تربيع؟ سين زاد 2 تربيع معناها إن أنا بضرب سين زاد 2 في نفسها في سين زاد 2 لأن هي تربيع يعني كم مرة؟ يعني مرتين وتقدر تضربها بالطريقة العادية إيه أنا أضرب سين في سين بسين تربيع وأضرب 2 في 2 بموجة بأربعة أضرب طرفين اللي هي سين في 2 بثنين سين وأضرب وسطين اللي هي موجة بثنين في سين بموجة بثنين سين وبعدين أجمعهم لأن الأشياء المتشابة يبقى موجة بأربعة سين يبقى هنا هكتب في النص موجة بأربعة سين دي طبعا طريقة تقدر تحل بيها عادي جدا ولكن فيه طريقة اخرى ايه هي الطريقة الاخرى بقى صاد زائد اربعة تربيع ازاي حلها لها طريقة ولها قانون سهلة جدا ايه هو القانون قالك اضرب الاول في نفسه يعني الاول تربيع صاد في صاد بصاد تربيع ادي كده الخطوة الاولى بعدين الخطوة التانية اضرب الاول في التاني في اتنين اضرب الاول في التاني في اتنين يعني اضرب صاد في اربعة باربعة صاد اربعة صاد في اتنين بموجب 8 صات بعدين اضرب التاني في نفسه يعني التاني تربيع يعني اضرب 4 في 4 4 في 4 بموجب 16 ممكن تتخذ الاسلوب ده عشان تحلي فيه بسرعة بدل ما تعمل قوسين وتضربهم تعالوا كده نجرب الموضوع ده في المسألة اللي هنا هضرب الاول في نفسه يبعين في عين بعين تربيع بعدين هضرب الاول في التاني في اتنين عين في واحد بعين في اتنين باتنين عين بالموجب بعدين اضرب الاخير في نفسه يعني واحد في واحد بموجب واحد وكده خلصنا طب تعالوا نشوف كده اللي فقه سالب دي اضرب دال في دال بدال تربيع اللي اضربنا الاول في نفسه بعدين اضرب الاول في التاني في اتنين دال في سالب 3 بسالب 3 دال في اتنين يعني سالب 6 دال وبعدين اضرب الاخير في نفسه طبعا سالب 3 في سالب 3 بموجب 9 خلي بالكم ان سالب في سالب بموجب و 3 في 3 بتسعة طيب تعالوا نشوفوا السؤال الرابع معنا هنا بيقول لي اضرب سين نقص 1 في سين زاد 1 ممكن اتخذ نفس الاسلوب ان انا طبعا اضرب الاول في الاول سين في سين بسين تربيع بعدين اضرب الاخير في الاخير سالب 1 في موجب 1 طبعا سالب في موجب بسالب 1 في 1 ب1 بعدين اخذ الطرفين ليه سين في موجب 1 بموجب 1 سين بعدين اخذ الوسطين اللي هي سالب 1 في سين بسالب 1 سين هتلاحظ ان هي دي موجب 1 ودي سالب 1 لما نيجي نطرحهم بيديني صف يبقى هنشتب عليهم ونكتب هنا صف والحد الاوسط مش هكتب مكانه حاجة لان الحد الاوسط طلع صف يعني الاجابة ان هي هتكون سين تربيع نقص 1 وده معناه ايه معناه ان اذا كان الرقم ده هو نفس الرقم ده ومختلف عنه في الاشارة يبقى ده معناه على طول تلقائيا ان الحد الاوسط هيطلع صف وبالتالي انا مش محتاجة اجيب الحد الاوسط يعني ايه يعني اضرب الاول في الاول سين في سين بسين تربيع واضرب التاني في التاني سالب باربعة في موجب باربعة هتديني السالب 16 ومش هجيب الحد الاوسط والمسألة كده انتهت ودي طبعا للتسهيل لما نلاحظ ان الحد الاول هو نفس الحد الاول والحد التاني هو نفس الحد التاني يبقى كده على طول الحد الاوسط هيكون صف فبالتالي هقول إن سين في سين بسين تربيع اللي هو الحد الأول في الحد الأول بعدين موجب تسعى في سالب تسعى موجب في سالب بسالب وتسعى في تسعى بواحد وتمانين والمسألة كده انتهت عشان كده بيقولك ماذا تلاحظ في إجابتك على الجزئية ألف هللاحظ إن الحد الأوسط دايما قيمته تساوي صفر وده إمتى لما بيكون القوسين متشابهين ولكن الإشارة مختلفة فبالتالي أضرب الأول في الأول ليسين في سين بسين تربيع وأضرب سالب تمانية في موجب تمانية تديني سالب 64 وبكده يبقى المسألة انتهت بسرعة وبسهولة تعالوا انطبعه هنا كمان مرة تانية سين في سين بسين تربيع وسالب صاد في موجب صاد يديني سالب صاد تربيع وأيضا كده المسألة انتهت يبقى لازم تنتبه إذا كانت الأقواص متشابهة ومختلفة في الإشارة الحد الأوسط قيمته صفر فبالتالي أضرب الأول في الأول وأضرب التاني في التاني وانتهت المسألة يلا بيكون شرح الدرس لإعجابكم انتظرونا في الفيديوهات اللي جاية واشتركوا في القناة يلا سلام